اشتركوا في القناة 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 ديسمبر. فيا اما نستخدم القانون الاول او نستخدم القانون الثاني علشان نطلع قيمة السبلايز اكسبس. نشوف المثال. المثال الثالث. معطينا قيمة السبلايز بالف وخمسمائة. بعدين الفين وخمسمائة الفين وخمسمائة الفين وخمسمائة تعتبرها البرجيز. ديوري نذير. ديسمبر ثرتي وان توثوزن نايتين. فزيكال اكاونتنج شو اولي وان ثوزن افتوزن افتوزن. الوان ثوزن تعتبر هي اون هن. يلا شو دا اجستنج انتريز. لازم نحتاج ان احنا نطلع السبلايز اكسبنس. فالسبلايز اكسبنس اخذنا البيجينيج بلانس. كم كانت البيجينيج الاندينج بلانس عندي في البداية الف وخمسمائة. كانت في واحد جانواري. زائد البورتشيز اللي هي عندي الفين وخمسمائة. ناقص الاندينج بلانس كانت في ديسمبر ثرتي وان كانت الف. بعدين نسوي الكالكوليشن يعطينا ثلاثة الف. استخدمنا القانون الثاني. اني لما ينسجل في اللي هو الانتريز في الجنرال جورنال. بنسجل في ديسمبر ثرتي وان نهاية السنة الفين وتسعة عشر. القيد ثابت بيكون عندي سبلايز اكسبنس فوق. تحت بيكون عندي سبلايز بالمبلغ ثلاثة آلاف. واحد دبات والثاني. نكمل على اكزامبل فور. طبعا عندنا جنيواري وان توثاوزن نايتين. احمد كامباني ويل برشيز نيو ماشين. طبعا في عندنا اليو اللي هو ماشين. the cost will be two thousand. هاي قيمة اللي هو التكلفة. the machine will expect the salvage value. كم راح يتوقعون يكون هم شارينها بواحد وعشرين الف. كم يتوقعون راح تكون هم يبيعونها بوان ثاوزن. at the end of useful life. بيكون كم العمر الافتراضي لها. five years. the company will eluse طبعا ال straight line. احنا مثل ما قلنا في chapter 4. درستو عن درس ال depreciation. كان في straight line وفي double decline. فاني ينطبق اللي هو الفورملا. الفورملا عندي annual depreciation. هذي هو القانون. الاكوزشين كوست. كانت التكلفة. واحد وعشرين الف. قيمة التكلفة. ناقص ال salvage value. مجرد من السؤال. one thousand. على اليوسفل لايف. خمسة. فبيعطيني اربعة تالوف. اني ينسجل القيد طبعا في الجنرال جورنال. هذي ال december 31. اللي هو التاريخ. القيد ثابت. بيكون depreciation expense. والaccumulated depreciation. طبعا هذي انتم اخذينها في chapter 4. نسجل القيد واحد دبت. والثاني بيكون credit. اللي بعده example 5. في 1 October 2019. صلاح advertising agency receive in advance. طبعا انهم معطيني ان في مبلغ استلمنا مقدم. for one year. لمدة سنة كاملة قيمة 2400. for new establishment. advertising expected to be complete by October 1. طبعا مثل ان اخذيننا قيمة ال 2400. قيمة المبلغ مال الروفينيو. كتوتا الروفينيو. ضربناه في 3 على 12. اللي هو المنث. طلع لنا 600 ديلار. لما ينسجل اللي هو القيد مال الروفينيو. بنعتبر انه هو ان اير سيرفس رفينيو. لان يعتبره مكتب سفريات قدم لك اللي هو الخدمة واستلمتي مكانة كاش. فبنسجل ان اير سيرفس رفينيو. وبعدين بنسجل سيرفس رفينيو. بالمبلغ الستمائة. واحدة دبت. والثانية كردت. يلا نشوف اللي هو عشان نعرف ان انتوا فاهمين الدرس ولا لا. ناخذ اكتيفتيز نمبر وان. if the company has a balance of supplies. معطينا قيمة السبلايز 3600. before adjusting. on December 31 2018. سبلايز ريمين. on hand. معطيني. on hand. 2400. the adjusting انتريز. لما يبتدي اسوي الادجستنج انتريز حق السبلايز. should be any credit. هل اللي هو should be any credit size. سبلايز اكسبانس. احنا قبل ان نبتدي نسوي الادجستنج. لما يقول عندي سبلايز. القيد بيكون سبلايز اكسبانس فوق. تحت بيكون عندي سبلايز. صح? ازيل. طبعا هذي هو جهة الدبت. هذي هو جهة الكرد. هو يقول لي صح او غلط. ان الكردت سايز. هذي هو الكردت سايز. should be the سبلايز اكسبانس. اكوني انا واضحة ان الكردت راح يكون من عندي سبلايز. فالاجابة بتكون. واضح ان هي بتكون غلط. فطبعا الاجابة صح اللي هو بيكون دبت سبلايز اكسبانس. ولي كردت بيكون سبلايز. اللي بعنا. اكتيفتيز نمبر 2. if the company has a balance of an air surface revenue. قيمة الان اير قيمتها اللي هي قيمتها اللي هي تسعة ألاف ثوزن. ان ديسمبر ثرتي ون توثوزن نايتين ما اعطينا نسبة عليها عشرين بالمئة كأن اير. اكووضح لي في السؤال انه هي ان اير روفينيو. the adjusting interest should be طبعا واضح انه بيكون ان اير surface revenue و surface revenue. ازلني حق المبلغ. نشوف المبلغ صحيح اللي حطوه ولا لا. ناخذ التسعة تالاف ما اعطيني هي عليها نسبة. في عشرين على مئة. طبعا لما نطلع الاجابة بتطلع الف وثمان مئة. فبيكون الاجابة صحيحة. فالاجابة صحيحة. اعزائي الطلبة يكون شديد انهينا الجزء الاول من ال adjusting entries تبع ال pre-bird expense وان اير روفينيو. فعلشان نستفيدون من حل انشطة يمكن تطلعون على موقع الوزارة او الكتاب المدرسة علشان انحل انشطة او exercise اللي هو اضافي. وشكرا لحسن اسقاكم.